خلينا نروح لأخبارنا هنبتدي بكرة السلة يمكن كرة السلة بتتشاهد بتتصدر المشهد ليه؟ كرة السلة لسه عندنا تصفيات كأس العالم فيه اتنين ويندو أو بطولتين مجمعتين منتخب مصر يخدهم عشان يتأهل كأس العالم طب احنا عملنا ايه في الدورة مجمع الأولى أو ويندو الأولانية الويندو الأولانية فيه ثلاث فرق في مجموعتنا تساوي احنا تسوينا مع السنغال وتسوينا مع الكنغو الديمقراطية كينيا يمكن بعد اتعالنا شوية هما دول الأربع فرق اللي بيلعبوا الويندو ده كل فرق من التلاتة الأوائل أول تاني تالت تساوي في النقاط كسبة مباراة مبارايتين وخصة مباراة يعني احنا خسرنا من السنغال السنغال خصة من الكنغو الديمقراطية واحنا كسبنا الكنغو الديمقراطية فكده كله متساوي منتخب مصر بيقوده مدير فني أجنبي اسمه كوتش روي رانا كندي بالمناسبة هو من تولى فريق الشباب في كندا اللي لعب كأس العلم في مصر 2017 وفاز بالمديلية الذهبية فإذا هو صاحب سيفي كبير الراجل جاءنا وبدأ لعب الويندو الأوانية وحق النتيجة الحقيقة احنا مكناش يعني متوقعين في ظل ضعف الاعداد اللي كان قبل البطولة أو قبل الويندو وكمان هو قدم متأخر كان جاي في وقت وبعا كده أصيب بكورونا في كندا فتأخر له 73 يعني كانت الظروف مكعبلة ولكن احنا لهايض دلوقتي يعني الحمد لله كويسين طب الويندو التانية الويندو التانية تبقى في اسكندرية في اسكندرية يعني قلعة كرة السلة في مصر فطبعا على سالة برج العرب هيحتضنها جمهور اسكندرية العاشق لكرة السلة طبعا جمهور مصر كله مدعو لهذه البطولة ولسه نشوف هنقول لحضراتكم المؤتمر يعني أكيد لما يحصل مؤتمر فني للويندو دي هنقول لكم الجماهير وعدادها لأن كل الكلام ده بيبقى متفق عليه مع الاتحاد الأفريكي الكندي رويرانا استدعى سبع لعبين من النادي الأهلي في قائمة الأولى لمنتخب مصر مين هم السبع لعبين؟ هب أمين نجمينة ونجم مصر وأيضا سيف سمير وعمر طارق وعمر عزب وعمر الجندي وعمر زهران ومحمد أبو النصر وبيني وبينكم كده فير إناف بس كات العملية محتاجة لعب أو اتنين كمان الحياة يعني احنا عندنا في القائمة النادي الأهلي صاحب الخمس بطولات هذا الموسم من خمس بطولات فإذا هو أفضل فريق في مصر طبعا هو أكتر نادي متاخد منه عدد من اللعبين ده وضع طبيعي ولكن كان فيه لعبة كمان تقدر تروح يعني أنا كنت من الناس اللي منتظر أحمد إسماعيل يروح ولكن أنا سمعت أنه هو اللي اعتذر ما عندناش معلومة أكيدة ولكن أحمد إسماعيل من اللعبة اللي تستحق تكون مع منتخب مصر قد أداء كبير جدا بعد عودته من المملكة العربية السعودية في انتقال حر في يناير قادما من المملكة العربية السعودية منضمن إلى النادي الأهلي كبديل لأحمد حمدي في مركز أربعة وجميل في أحمد إسماعيل أنه بلعب مركز مركز أربعة ومركز خمسة فكانها هيبقى مفيد جدا جدا لمنتخب مصر أنا بجيت نظري كان ممكن يكون اللعب الثامن أيضا فيه لعبة كمان كان من حقها تروح أنا شايف أنه فيه مجموعة كبيرة في النادي الأهلي يمكن كان على أصول محمد إسماعيل مش عايزها نسى حد ولكن النادي الأهلي نهاردة أثبت أنه هو أحسن فريق في مصر وإن شاء الله جميل أنه بينتظر ومستقبل باهر لأن اللعيبة أعمارهم سغيرة خلاني يا أكل هاب أمين بنتكلم في ستة عشرين سنة سبع عشرين سنة سيف سمير يعني تمانية عشرين تسعة عشرين عمر طارق برضو منتصف العشرينات عمر عزب أول العشرينات عندك عمر الجندي تلاتين سنة وحتى تلاتين سنة ده مش كبير في كرة السلة عمر زهران بنتكلم في واحد وعشرين وعشرين سنة محمد أبو النصر منتكلم في سبع عشرين وعشرين سنة إذا مستوسط الأعمار في النادي الأهلي منتوسط أعمار منخفض ومنتظر إن شاء الله مع صعود الشباب المسلم الجامعي النادي الأهلي لا يبقى فيه أمور يعني هتبقى بشكل كبير أفضل